هل حقاً نستخدم عشر في المائة فقط من أدمغتنا؟ هل تصدق أم لا؟ الرجاء التعليق فكرة أن البشر يستخدمون عشر في المائة فقط من أدمغتهم هي أسطورة شائعة كانت موجودة منذ أكثر من قرن هذا الاعتقاد الخاطئ قد تكرس من خلال الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب لكنه لا يدعمه بأدلة علمية في الواقع يستخدم البشر دماغهم بالكامل على الرغم من أن جميع أجزاء الدماغ ليست نشطة في نفس الوقت يعتقد أن أسطورة العشر في المائة نشأت من سوء تفسير تصريح وليام جيمس بأننا نستخدم جزءاً صغيراً فقط من مواردنا العقلية والمدية المحتملة ومع ذلك كان جيمس يشير إلى الإمكانات غير المستغلة للعقل وليس كمية الدماغ النشطة أظهرت أبحاث علم الأعصاب أن جميع أجزاء الدماغ لها وظيفة وأن الضرر الذي يلحق بأي منطقة من الدماغ يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على السلوك والإدراك أظهرت تقنيات تصوير الدماغ مثل التصوير برانين المغناطسي الوظيفي ديفي موري والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني بات أن أجزاء مختلفة من الدماغ تنشط خلال مهمة مختلفة مثل حل المشكلات واسترجاع الذاكرة ومعالجين للغا علاوة على ذلك فإن الدماغ عبارة عن شبكة معقدة من الخلايا العصبية المترابطة وحتى عندما تكون منطقة معينة من الدماغ غير نشطة فإنها لا تزال تلعب دورا في دعم وظائف الدماغ الأخرى على سبيل المثال المخيخ وهو هيكل يقع في قاعدة الدماغ لا يرتبط عادة بالوظائف المعرفية مثل التفكير والتفكير ولكنه يلعب دورا مهما في تنسيق الحركة والتوازن تم فتح أسطورة العشرة في المائة من خلال العديد من الدرسات العلمية على سبيل المثال استخدمت دراسة نشرت في مجلة نيتشير في عام 2010 تصوير موتر الانتشار لرسم خريطة للوصلات العصبية في دماغ الإنسان وجد الباحثون أن متوسط دماغ الإنسان يحتوي على حوالي 100 مليار خلية عصبية كل منها متصل بآلاف من الخلايا العصبية الأخرى يتيح هذا الاتصال التنشيط المتزامن لمناطق دماغية متعددة ويدعم العمليات المعرفية المعقدة استخدمت دراسة أخرى نشرت في مجلة سينس في عام 2014 التصوير برانين المغناطسي الوظيفي لقياس نشاط الخلايا العصبية الفردية في الدماغ البشري وجد الباحثون أنه حتى أثناء المهم البسيطة مثل الإدراك البصري فإنما يصل إلى 70% من الخلايا العصبية في الدماغ نشطة لقد تكررت أسطورة 10% من الدماغ أيضا من قبل صناعة المساعدة الذاتية والتي تروج لفكرة أن إطلاق العنان لإمكانات الدماغ غير المستغلة التي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الذكاء والإبداع والنجاح ومع ذلك لا يوجد دليل علمي يدعم للدعاء بأن البشر يمكن أن يتعلم الوصول إلى مناطق غير مستغلة من دماغهم لتحسين قدراتهم المعرفية فكرة أن البشر يستخدمون 10% فقط من دماغتهم هي أسطورة شائعة تكرسها الثقافة الشعبية وصناعة المساعدة الذاتية أظهر البحث العلمي أن جميع أجزاء الدماغ لها وظيفة وأن البشر يستخدمون دماغهم بالكامل على الرغم من أن جميع أجزاء الدماغ ليست نشطة في نفس الوقت الدماغ عبارة عن شبكة معقدة من الخلايا العصبية المترابطة وحتى عندما تكون منطقة معينة من الدماغ غير نشطة فإنها لا تزال تلعب دورا في دعم وظائف الدماغ الأخرى